شهدت ماليزيا يوم الخميس مراسم التنصيب الرسمية لملكها الجديد السلطان عبدالله سلطان أحمد شاه بعد اختياره الأسبوع الماضي من قبل أعضاء الأسر الملكية الماليزية ملكاً للبلاد عقب تنازل سلفه المفاجئ عن العرج وسيدلس السلطان عبدالله ذو 59 عاماً على العرش لفترة ولاية تستمر لخمس سنوات وتولى منصب سلطان بهانغ الأسبوع الماضي خلفاً لوالده المريض والسلطان عبدالله عضو في المجلس الإشرافي غير تنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وهو أيضاً رئيس الاتحاد الأسيوي لهوك الجليد وماليزيا ملكية دستورية ومنصب الملك شرفي بشكل كبير وموافقته لازمة لتعيين رئيس الوزراء وكثير من المسؤولين الكبار وتتنواب الأسر الملكية التسع الجلوس على عرش ماليزيا